السلام عليكم سهدنا الكرام والبداية مع الأسواق العالمية حيث انتعشت الأسواق العالمية أمس بعد إعلان شركة فازر الأمريكية أن اللقاح التجريبي لفايروس كورونا يوفر حماية بأكثر من 90% سجل المؤشران داونيوز الصناعي وستانت بورت مستويات قياسية مرتفعة بعد لحظات من بدء جلسة التداول في بورسة وولستريت الأمريكية حيث وقفزت اسعار النفط أيضا أمس بأكثر من 10% وهي أكبر مكاسب في يوم واحد خلالها أكثر من 6 أشهر داونيوز كان على مكاسب بحوالي أكثر من 122 نقطة وبأكثر من 4.5 نقطة المئوية وصل إلى مستويات 29.500 نقطة عند الفتح المؤشر سانت بورت أيضا كان على مكاسب بأكثر من 3.7 نقطة وبأكثر من 2% وصلنا إلى 3.500 نقطة أيضا حتى النزدك سجل مكاسب بأكثر من 151 نقطة بالتالي تحسن واضح على كافة الأسواق العالمية بعد إعلان الشركة بأمل عالمي فيما أيضا شكل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خلية أزمة سعجا لإحتواء تفشي وباء كوفيد 9 في الولايات المتحدة الأكثر الدول تذروا من جراء فايروس كورونا النتائج الأولية للمرحلة الثالثة من التجربة السريرية الجارية حاليا والأخيرة يعني ما قبل الحصول على التراخيص بالتالي هذا اللقاح الذي طورته الشركة أمريكية وأيضا شركة باونتك إلى ألمانيا يعتبر ربما فعال بنسبة 90 في المئة بعد إعلان الشركتان أيضا عن أنه متوقع توفير 50 مليون جرع من اللقاح خلال العام 2020 وصولا إلى 1.3 مليار جرعة خلال العام 2021 بالتالي هذا الإعلان أدى لارتفاع كبير في البورصات العالمية في أسعار النفط بعد أنه أيضا سهم الشركة سجل مكاسب أمس بأكثر من 15% عند الفتاح في بورصة بول استريت رغم أنه أيضا أسعار الذهب يعني أمس كانت عليها هبوط حاد خلال التعاملات بأكثر من 4 في المئة بالتالي هذا دفع سواق الأسهم إلى صعود حاد قوض أيضا كذلك جاذبية المعدل النفيس كملاذ استثماري آمن هذا يعطينا دلالة على أنه خروج أموال من الملاذات الآمن واتجاهها للأسواق بعد أيضا كذلك أنه قفز الذهب يعني إلى أعلى مستوى خلال 16 من يولي سبتمبر الشهر الماضي إلى مستوية 1965 دولار للأوقية مدفوع يعني بضعف الدولار وسط أمار بمزيد من التحفيز في أعقاب يعني فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أسعار أيضا الذهب أو عفوا أن أسعار نفط كانت بعشرة في المئة في جلسة أمس بالتالي هذا أعطى أكبر مكاسب يومية خلال يعني يوم واحد في أكثر من ستة أشهر بعد إعلان شركة عن نتائج واعدة يعني للقاح أيضا بعد أيضا تأكيد المملكة من أن اتفاق قوباك بلس الخاص بإنتاج النفط يمكن تعديله لموازنة أسواق النفط يعني ارتفعت عقد خام برينت بأكثر من 63 دولار بحوالي 9 و 13% إلى مستوى 43 دولار و 10 سنتات ليلبرميل أيضا خام غرب تكسل وسط الأمريكي ارتفع بحوالي 4 دولار وبأكثر من 10% عند مستوى 41 دولار بالتالي هذا يدعم المكاسب السعرية يعني جهود أبك في احتواء تخمة المعروض في الأسواق عبر تحسين المستمر في مستوى الامتثال لتخفيضات الانتاج خاصة في توقعات بتمديد تخفيضات الواسعة لانتاج خلال العام المقبل اليوم هذا يعطينا أيضا تصور واضح عن تحركات سعار النفط أيضا على تحركات كافة أسواق المنطقة السوق الأسهم السعودي لم يكن بمعزل عن تحركات الأسواق العالمية حقق أفضل آداء إيجابي في الجلسة تمس واللي كان على مكاسب بأكثر من 2.5 نقطة المائوية اللي يغلق عنده مساة 8300 و حوالي 66 نقطة بنهاية جلسة تمس في فترة المزاد أيضا ارتفع السوق بأكثر من 41 نقطة في ظل التحسن الواضح نشهده على مستويات السيولة بأكثر من 4 مليارات و 400 مليون ريال صعودا إلى أكثر من 11 مليار ريال شهدناها في جلسة أمس في ظل أن السوق السعودي أخذ دفعة إيجابية بعد الصعود المبكر لأسعار النفط اللي كانت في جلسة أمس بحوالي 10 في المئة بالتالي أفتة حمس على مكاسب قوية والجلسة الرابعة لتوالي ما زال يواصل السوق الصعود الإيجابي المستويات الحالية هي الأعلى وفي جلسة أمس هي الأعلى اللي نشهدها للسوق منذ مايو الماضي إذا ما أخذنا في الاعتبار وصول السوق إلى 6366 نقطة صعود جماعي لكافة القطاعات والأسهم القيادية أيضا كان هناك تحسن من شهية المخاطر واتجاه الأموال من الملاذات الآمنة في الذهب واتجاهها إلى الأسواق بالتالي هذا يعطي انتعاش قوي بالنسبة للأسواق على أنه أيضا كذلك لربما زالت الضبابية واللي كانت مسيطرة بشكل كبير على تحركات الأسواق خلال الفترة الماضية إذا ما أخذنا بالاعتبار وأيضا السوق السعودي يترقب لأن أيضا تحركات أسعار النفط إذا في جلسة أمس كانت المكاسب أكثر من 10% في ظل تأكيد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان على أهمية توازن الأسواق وعلى جهود أوبك بلس في احتوى طخمة المعروضة الممكن تؤثر على الأسواق خلال الفترة القادمة وأيضا إذا ما أخذنا في الاعتبار في ظل استمرار يعني حث المنتجين المقصرين على الالتزام يعني بخطة أوبك بلس للمحافظة على توازن أسعار النفط بعد أن الأسعار أمس أخذت دفعة إيجابية من الإعلان عن لقاح الفيروس بعد أنه عانت الأسواق خلال الفترة الماضية أسعار النفط أيضا حتى الأسواق المالية في ظل حالة من عدم اليقين نشهدها على الأسواق خلال الفترة الماضية إذا ما أخذنا في الاعتبار سوق الأسهم السعودية حقق أمس من سوء 8366 نقطة كما ذكرت 41 نقطة شهدناها على سوق الأسهم السعودي في جلسة المزاد بالنسبة في جلسة أمس إذن أترقب بفتاح سوق الأسهم السعودي عند جلسة اليوم إذا ما أخذنا في الاعتبار لليسا الرابع على توالي ما زال يعني واصل السوق السعودي الإيجابي والترقب الآن واضح بالنسبة الحركة الإيجابية القادمة في كافة البورصات العالمية أمس كان لدينا مكاسب واضحة على كافة الأسواق العالمية وأيضا حتى على تحركات أسعار النفط إذن سوق الأسهم السعودي يفتح اليوم على مكاسب بحوالي 18 في المياه 68.8404 نقطة وللجلسة الخامسة على توالي واصل السوق السعودي الإيجابي في ظل هذه الحركة الواسعة لنشهدها على كافة الأسواق العالمية وأسعار النفط مشاهدي الكرام عوضوا لديكم بعد ساعة ونصف من الآن لمتابعة آخر أرقام سوق الأسهم السعودي وتفصيل أكثر في أداء الأسواق الآن عودة إلى الزملاء واستكبال برنامج اليوم إليكم وصار رب الله شكرا جزيلا سلمان شكرا جزيلا